موسيقى جرائم النظم من الجرائم المهمة جدا ومتعددة الأشكال والثور وظهرت بطرق كبيرة جدا وأساليب كتيرة جدا ومن أهم هذه الأساليب انتحال صفة الدكتور أو المهنس أو المحاسب وانتحال الألقاب المرتبطة بالأسماء وأيضا أنا بيتسل بي أشخاص كتير بيقولوا لي أنا اتنصب علي أنا اشتريت قطعة أرض والبائع بقحة لأقصر من شخص غيري أو أنا اشتريت منتج من المنتجات اللي هي بتتعارض في التلفزيون وترى ان المنتج ده مش هو المنتج اللي أنا اشتريته سواء كان دواء أو غير ذلك وأيضا الموضوع الخاص به الرسائل اللي بتيجى عن طريق التلفونات اللي انت كسبت هدية وتابع معانا المسابقات دي هل دي كلها بتعد من جرائم النظم وهل القانون يعني وضع عليها عقوبة معينة ولا لا في هذا البرنامج ان شاء الله احنا نتعرف على جرائم النظم ويسعدنا ان يكون معانا باستشارة قديرة ولا علي المحامية بالنقد والإدارية العليا والدستورية أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بيك يا فندم بداية يا فندم احنا نتكلم عن جرائم النظم ايه هي المقصود بالنظم والله معاليك كما تفضلت وقلت ان جرائم النظم دي اصبحت من الجرائم الخطيرة في مجتمعنا لانها تتمثل وتقع على المال ايه ودلوقتي المال دلوقتي شيء مهم جدا طبعا للحياة لنا كلنا فاضحت هذه من الجرائم الشائعة في مجتمعنا وما رجح الخطورة في هذا الامر هو الجاني لما يتصف به من مكر وخداع لانه بيبقى لازم يكون فيه صفات معينة حتى يستطيع ان يقع المجن عليه فريسة تحت يده ويستولي على ماله ازاي بيقدر يستقطب الشخص المحترف بالنظم ده الشخص المجن عليه هل ده بيرجع لجشع الشخص المجن عليه في انه عايز يكون عنده ثراء بشكل كبير وفي وقت قصير ولا هل ده حنكة ومهارة من النصاب ولا ايه الاسباب اللي خاصة بالنصب والله هي الجريمة دي بتزداد فعلا وتقع على فعل المجن عليه لان كلما كان المجن عليه يسعى الى الثراء الفاحش ويسعى الى الطمع فطبعا ده بيبقى فريسة سهلة جدا للجاني انه طبعا ايه يشكل عليه بالمعنى البلدي الواقعة حتى ايه يتم الاستلاء على ميره يعني يعتبر هنا ان المجن عليه يعتبر هو المشجع الاول للجاني على اقتراف فعل النصب عليه يعني بيرجع الاول في الاول اساس وهو المجن عليه يضع نفسه فريسة بالضبط كده هو بيضع نفسه فريسة للجاني طب ايه هي الطرق الاحتيالية اللي بيلجع لها النصاب في استقطاب الفريسة بتاعته او الشخص اللي عايز ينصب عليه خلينا طيب دلوقتي الاول نتكلم على معنى كلمة النصب فقط عشان نقرب للستداء المشاهدين النصب هو عملية الاستيلاء على مال مملوك للغير باستخدام طرق احتيالية الطرق الاحتيالية دي عفوا اختلفت وحصرها القانون العقوبات في المادة 336 على سبيل الحصر حتى لا تكون على سبيل المثال زي ايه يا فن فيه طبعا كذا طرق الاول عايزين نتكلم على استخدام الطرق الاحتيالية اول حاجة منها هذه الاساليب الطرق الاحتيالية تاني حاجة انه هو ياخد مال مملوك للغير تمام تالت حاجة انه يستخدم اسم كاذب او صفة غير صحيحة طب خلينا في الطرق الاحتيالية نتكلم عليها كده بشكل من التفصيل خلينا نتكلم على الطرق الاحتيالية فعلا ونتكلم فيها هنقول اول حاجة كما حصرها القانون في ستة نقاط اول حاجة الايهام بوجود عفوا اول حاجة الايهام بوجود مشروع كاذب زي ايه مشروع كاذب ده لما انا ده بيتسع معناه لما اجي اقول اني فيه شركة وهمية الشركة دي اصلا ممكن تبقى شركة على الورق ودي صدفتنا كتير في القضايا طب ازاي انا بقدر اتعرف على الشركة دي على الورق ولا فعلا شركة ليها وضع قانوني لا الاسف ده المحترف النصد بالوقت ما عليك بيعمل ايه ده بيعمل فعلا بينشئ الشركة ويطلع الله في الجل تجاري ويطلع غبية ويكون يستخدم المقر والموظفين ودي تعتبر من المظاهر الخارجية التي برضو تساعد على ايقاع المجني عليه فريسة سهلة جدا يدخل يلاقي الشركة شيك جدا موظفين زي الفل بالتالي اللي هو بيتعاقد مع الشركة بيعتبرها ليه شركة معقولة على الارضة ده هو يجي يقول له ايه ارجوك يعني انصب علي وهو يقول لك وانا مش عايز انصب عليك هو يبقى عايز يعني يدي له فلوسه طواعية واختياريا ايه وده الفرق تاني حاجة اليهان بوجود واقع مزورة ده بيتسع فيها جميع طرق الاحتيالية ومن ضمنها ان انا اقول ان انا عندي قدرة على شفاء بعض الامراض زي مثلا في اعلانات بتيجي في التلفزيون قصة انا قادر على جلب الحبيب وغير ذلك ورد المطلقة ورد المطلقة والحاجات دي طبعا طبعا طيب ايه هي تاني الانواع الخاصة بالطرق الاحتيالية في احداث امل بحصول ربح وامي زي ايه يا فني يعني انا مش ضروري في البند ده ان يكون فيه ربح مالي قد يكون منفع يعني انا ممكن اقول اني انا هعمل لك اشتراك في نادي كبير قوي ومحتاج فلوس بس عشان ايه دي جيب لك العضوية في النادي بالضبط كبير دي تعتبر فائدة معنوية بجانب ان ايه يعني مش ضروري ربح مالي لو يكون مالي لان اخد منه فلوس بالضبط كبير اه وفي النقطة الرابعة في هذا الامر واحداث الامل بتزديد المبلغ الذي اخذ بطريقة الاحتيالية بمعنى ايه يعني انا اخدت منك فلوس دلوقتي يا دكتور وبعد كده قلت لك انا عشان اصدده لك انا عندي حتة ارض ورق مزور وحتة الارض دي تسوى لها اكتر من الدين بتاعك طبعا هيكون المجني عليه طموع انه ياخد اكتر من حقه فيوافق الى ان في النهاية يتضح ان القيمة اللي عرضها او الضمان اللي عرضه هو الضمان ضئيل او لا صحة له اه تمام النمرة الخامسة هو الايهام بوجود سنة غير صحيح لما انا اقولك ان فيه اصال انت كاتبه لي او ورقة انت مدين بيا ليها فانا ابتدي اطلبك بيها عن طريق الواقصة مش موجود خلق فيه الايهام بوجود سند مخالصة مزور يعني انا بهادي لك سند مخالصة للوفاء بالدين اه اللي عليك وهكون انا مزورة هذا السند وبعد كده اطالب بيه مرة اخرى طب يا فاندين بيحصل ان النصاب ده بيكون ليه عدة شركاء او ممكن يكون هو الوحده ممكن يستعاني باحد الاشخاص لزيارة عملية النصب او الزيارة الايهام بوجود المشروع واللي هو ده هو فعلا موجود على ارض الواقع واللي هو ده هو الشركاء هل يعاقب الشريك هنا ولا لازم الشريك ليبله شروط معينة متعلقة بيه طبعا الشريك هنا يعاقب وفق النص المادة 336 ان الشريك في النصب يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد عن سنة وعقوبة تكملية قد تكون هذه المراقبة من البوليسية سنة ولا تزيد عن سنتين الشريك ده امتى يبقى الشريك وامتى يبقى فاعل امتى فاعل الشريك ده امتى يبقى فاعل اذا كان فاعله كان معاصر للسلوك الجين يعني هما الاتنين يشتركوا مع بعض في نفس الوقت اصبح فاعل ثاني في هذا الامر يعني هما الاتنين رايحين يبقى مجنع ليه ويلوم دي كده الارضي بتاحتك مثلا تمام او تبعي انا ودي مواصفاتها كذا ودي العود كذا يبقى هما الاتنين كده معاصرين اصبح فاعل بالضبط كده لانه عاصر السلوك الاجرامي للجين امتى يبقى شريك يكون شريك امتى لما يكون مثلا ادلى بمعلومات ادلى بمعلومات انا عايز معلومات عن الشخص الفلاني فانا اديتك المعلومات والجاني بعد ذلك ابتدى ان هو يعمل الجريمة بتاعته يتخذ هذه الطرق الاحتيالية فاصبح هنا شريك والجاني هنا والنصاب هو في الاسس هو شخص كذاب القانون وضع شروط معينة للكذب الخاصة بالنصاب والله وبالتالي ممكن نوقع عليه العقوبة الخاصة او المتعلقة بالنصب ولا الكذب ده الكذب المجرد او الكذب بشكل عام انا ممكن حاكم الشخص دوت على واقعة النصب المجرد الكذب لا طبعا الكذب المجرد لا يعقب عليه القانون يعني انا لو قلت حكاية كده انت استبدأتها ولم اتخذ اي طريقة من طرق او اساليب الاحتيالية هذا لا يعد نصبا ماشي لكن الكذب ده ليه غايات زي ما قلناها الستة اللي ذكرناها سالفا لكن هنقول ان الكذب ده عشان حتى يبقى مصاف للاحتيال لازم يكون مدعم مدعم بمظاهر خارجية مدعم حتى ما يكونش كذب مجرد بيحصل يا فاني ما لانا باتصل بالتليفون لأعلان معين عارض سلع معينة فباتصل بالشخص اللي هو عارض لأعلان وبيجيب لي المنتج ده بلاقيه ده المنتج ده وتمغشوش او مش هو المنتج اللي لانا يعني متعاقد عليه والانتفقت عليه مثلا انتفقت على مبايد اللي هو يجي لطريق الاولاين او عن طريق حتى على التلفزيون مش هو ده الموبايل طيب انا في الحالة دي هلا بوجه لجريمة نصب دي الشخص دوت ولا بروح لجهاز حماية المستهلك واقول مثلا الشيء دوت مغشوش والله هو المفترض ان بس احنا للأسف جهاز حماية المستهلك غير مفاعل عندنا ان انا اكون مثلا في الدول الاوروبية او الدول حتى العربية ان انت لما بيحصل اي مشكلة مجرد الاتصال بالجهاز حماية المستهلك هو بيجي لك وبيحل لك الموضوع احنا دلوقتي بنعمل شكاوي بنقعد شهرين يعني ما بيردوش علينا فهو غير مفاعل غير مفاعل طبعا احنا من ناشئة المسؤولين بتفعيل جهاز حماية المستهلك ويكون ليه دور اكبر من الناحية العملية لحماية المستهلك وبالتالي نقدر نقضي على اي شخص يحاول اللي هو يغش او يحاول خداع الاشخاص من خلال طبعا الارقام الخاصة اللي قنات فيها ارقام ساخنة اكيد لجهاز حماية المستهلك طبعا فيه برضو من الظواهر الحديثة ايضا موضوع السراء عن طريق الاثار مدغرة الاثار بيحصل ان فيه مكالمات كتيرة بيعرض انا معي مثلا مقبرة فيها اثار معينة اه رسالة اللي جاءت لمصر كلها اه طبعا ممكن يجي لك الرسالة دي عن طريق التليفون او ممكن يبقى لك عن طريق الواتساب او غيرها من الوسائل طبعا الحديثة اللي معنا طيب انا في الحالة دي برضو يعتبر نصاب ولا يعني اقدر او اعمل ايه هو حضرتك اذا وقفت على مكالمة اذا وقفت على مكالمة ما جات فترة اخيرة فعلا يعني مصر كلها جت لها المسج ده الحق ده انزل يا محمد في البلد احنا طلعنا اصار وطلعنا المساخيت ولا ايا كان فبيبتدي اذا وقفت الرسالة عند حدها ده لا يعدون ده بيحصل كمان اللي هما بيدوا عربون مقدما بيبديهم عربون مقدما ما هي لو راحت ما هو كان المشكلة هي بتبقى امتى نصبه بالبلد دي كده بتبقى نصبه امتى لما يبتدي بقى يقول له انا هبعط لك صور ويحط لك نتيجة يحط لك عملة ورقية وبعد كده لي بقى عشان يبتدي يصحب منك ما يسمى بالتأمين طب هل الشروع كده ده يعتبر شروع في النصب هل القانون بيعقب على الشروع في النصب طبعا يعقب كما ذكرنا وقلنا انه بياخد لا يزيد عن سنة والعقوبة التكملية اما جريمة النصب طبعا فالحكم فيها هو من 14 ساعة حتى 3 سنوات مسألة تقديرية للقاضي ويكون فيها عقوبة ايضا بالمراقبة البوليسية للسنة ولا تزيد عن سنة طب يا فأنا اتنصب علي ايه الاجراء القانون السليم اللي انا ابدأ اعمله هل راح اعمل محضر في الاسم ولا واحد المحامي اللي هو يرفع لي دعوة ولا هل لازم يكون فيه وجود محامي معايا وانا بعمل المحضر ايه الاجراءات اللي بالتماش هنقدر يعني اعمل المحضر والاجراءات اللي هي هو طبعا المحضر في جنح لنفت من الجنح او من القضايا التي بنستهل فيها القضاء بالبراءة ومنستهل فيها القضاء بالإيدانة بمعنى أن أنا المفترض وأنا بروح أحرر المحضر بتاعي هنفرق دلوقتي الأول هل أعمله جنحة مباشرة أو غير مباشرة وهنقول في عجالة لو خرجنا عن الموضوع بسي أنا لما هجي عمل محضري طبعا أو الواقع تعرضت للناس فطبيعي جدا أن أنا أكلم المحامي بتاعي لأنه هو المختص والعالم بالشؤون القانونية أنه هو هيمشي مجرى محضري في المجرى الصحيح هيبتدي يروح أو أروح معايا وهنحرر محضر ودي جنحة غير مباشرة هيبقى ليها مميزات فيما بعد تمام؟ يعني الأول لأنه الأفضل أن نعمل جنحة عن طريق محضر في الإسم هل لازم يكون فيه محامي معايا؟ هو ده يفضل طبعا لإني أنا ممكن بكلامي في المحضر أني بتحفظ المحضر هل لأنه لازم يكون معايا شهود؟ هو المتعرف عليه من الناحية العملية دلوقتي ما فيش في الإسم بيسمعه شهود لا يا فندم أنت بتجيب الشهود من كثرة الجرائم والقضايا فما عندهش وقت يسمع شاهد يقولك في الاستيفة يا أستاذ أنت هتم في النيابة للأسف يا فندم وقت برنامينا انتهى وفي النهاية أنا بحب أشيد للمجلس القومي للمرأة للمبادرات التي يقوم بها من أجل منع لأنعنف الخاص بالمرأة وعلى رأس طبعا المجلس القومي للمرأة السيدة الفاضلة الدكتورة مايا مرسي وإحنا من خلال برنامجنا وبرنامج الدكتورة والإعلامية شيماء عماد إحنا بنقوم بمبادرة أنا إنسانة فلا تؤزيني من أجل القضاء للعنف الموجه ضد المرأة وطبعا إحنا سعدنا الحديث مع المستشرة القديرة ولاء علي المحامية بالنقد والإعلامية والإعلامية وطبعا الموضوع لم ينتهي وفيه طبعا حديث أخرى ولقاءات أخرى نستكمل فيها اللقاء وطبعا تسعدين أفنن وكان معكم عمر يوسف ونلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله ونمتم في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة